سبيل الإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة سبع طاجر كيف حالك صفية؟ أهلاً أهلاً كيف حالك كويسة؟ الحمد لله يفضل يا أولاد يناك تحكي لنا قصتك الجميلة إن شاء الله وحافظين كويس ومذكرين في المرة الفاتتة قلت لنا شنو؟ قلت إنو شيخ المؤمنين نصحوا بولس عشان يطهر مع آخرين وعشان يوفي نزره ويقدم قرابين تطهر لهم كلهم دا كلام صح؟ كمان قلت بولس فعلاً استجاب لنصيحة شيوخ المؤمنين وفي تاني يوم مشا طهر نفسه وطهروا معه الرجال الأربعة برضو صح؟ صح وبرضو بعد ذا قام مشا ليسا حد بيت الله وهناك أعلن إنو مواعيد التطهر وتقديم القرابين بالنسبة لهم كلهم حتينتهي بعد اسبوع دا كلام صح؟ والله حافظين كويس حاش الله عليكم أحا ولما أيام تطهر السبعة قربت تنتهي بعض بن إسرائيل من ولاية إيسيا شافوا بولس في ساحب بيت الله وقاموا حرشوا الناس عليه وقبضوه وكانوا بيكوركم تعالوا يا بني إسرائيل شوفوا دهو الراجل بيعلم الناس في كل مكان ضد تعاليم شعبنا وضد التوراة ضد المكان المغدزة وأكثر من كده كمان دخل الأجانب النجوز في بيت الله أحا والجماعة ديل قالوا الكلام ده عن دخول الأجانب في بيت الله لأنهم في مرة كانوا شافوا طريف الأفسوسي مع بولس في المدينة ويفتكروا أن بولس دخلوا بيت الله والمدينة كلها هاجل والناس ججاريين من كل حتة وجروا بولس وطلعوه من ساحة بيت الله وقفلوا الأبواب بسرعة وكانوا عايزين يكتلوه لكن قائد الحامية الرومانية اللي كانت مبانيها قريبة جدا من بيت الله علم إنه في غليان وهي جام في المدينة وقام بسرعة وجامها عدد كبير من الجنود لمكان الشعب والناس كانوا بيدربوا في بولس وكلما شافوا قائد الحامية وجنوده قام وقفوا بطريق وقائد الحامية أمر بتقييد بولس بقعدين وبعد ذاك بده يسأله الراجل دي طلع منوه وعمل شنوه بالضب لكن الإجابة ما كانت واضحة والناس بيقول كوركوا والأصوات ادخلت مع بعض والكلام بيقى ما مفتوه عشان كده رائد الحامي ما قد يفهم أي حاجة وهو أمر الجنود إنه ياخدوا بولس للمعسكر ولما وصلوا السلم اللي بيطلع من مكان المشكلة الجنود قام وشالوا بولس عشان يعملوا له حماية من الناس الهيجين كانوا متابعين بولس مع الجنود وكانوا بيقرب وبيقولوا إلى الإعدام يا دجال إلى الإعدام يا فاسد مصيرك الموت يا مخالف التوراة ولما الجنود وصلوا ببولس لمدخل المعسكر بولس تلفت على القائل وقد ليه باللغة اليونانية اللي هي كانت طغة الأمور الإدارية والتجارية يا جنابو تسمح أقول لك حاجة هل أنت تعرف اللغة اليونانية؟ هل أنت مجهر مزري العمل فيتنا قبل كذا؟ وكان قايد له أربع آلاف من الإرهابيين القتل في الصحراء؟ لا لا يا جنابو أبداً، هذا ما أنا أنا من بني إسرائيل بالتحديد من ترصوص المدينة المشهورة في كليكيا من فضلك يا سيدي اسمح لك يا خاطب الجمهور خلاص، كويس ممكن تقول لي شكراً لك يا سيدي وبولس وقف على السلم وأشر بيده للجمهور عشان ينتبهوا ولما سكتوا كلهم قال ليهم بلغتهم يا باي وإخواني أرجوكم اسمعوني كويس والناس العزبانين وهيجين لما سمعوا بولس بيتكلم بلغتهم هيدوا أكتر، وينتبهوا أكتر وبولس بدى كلامه وقال ليهم أنا يا جماعة من بني إسرائيل ومولود في ترصوص وهي في كليكيا زي ما عارفين انتو لكن نشأته وتربيت هنا في القدس وأستاذي كان غملايل اللي علمني شريعة اجدادنا بكل تفاصيله وكنت غيور وحريص في أمور الله زي حرصكم ده بالضبط والحرص ده خلاني اضطهد اتباع المسيح وأزيهم لدرجة الموت وكنت باقبضهم رجال نسوان وهديهم للسجون ورئيس الأحبار وكل أعضاء مجلسه يشهدوا على كلام ده لاني كنت طلبت واخدت منهم رسائل مكتوبة موجهة لإغادة بني إسرائيل في دمشق عشان يدون الإذن واقبضوا على اتباع المسيح هناك واجيبهم للغدس للاستجواب والعقاب وقمت فعلا سافرت لدمشق ولما انقربت ليها في وقت الظهر تغريبا ضوح أولي فجأة نور باهر من السماء لغاية ما وقعت في الوطن وسمعت صوت بنادي فيني ويقول لي شاول يا شاول انت ليه بتضطهدني وانا قلت ليه انت من يا سيدي وقال لي انا عيسى المسيح ابن الناصرة انا اللي بتضطهدني بيضطي هادك لأتباعي وقلت ليه طيب وعايزني اعمل شون يا سيدي قال لي قوم وادخل دمشق وهناك حتقاليك واحد يعلمك المسائل اللي اختارك الله عشان تقوم بيها والناس اللي كانوا معشين معاي برضه هم شافوا النور اللي انا اتكلمت عنه قبل شوي هذا لكن ما اميزه الصوت اللي كان بيخاطبني وكمان انا ما كنت قادر امشي لوحدي بدون مساعدة الناس اللي كانوا معاي لانه النور ضربني وخطف بصري وبيقيت عميان وعشان كده هم قادروني من يدي لغاية ما وصلنا دمشق وهنا قابلت الرجل تغي ملتزم بتعالم التوراة اسمه حنانيا وحنانيا ده الرجل متميز وكان كل الناس اللي من بني اسرائيل في دمشق بيحترموه هالرجل ده جاء ووقف جنبي وقال لي يا أخي الحبيب شاول فدح وشوف وقال لي الله اله اجدادنا اختارك لتعمل ما يرضيه واصهر ليك المسيح مختار الصالح وسمعت كلامه مباشرة والله جعلك شاهد ومهمتك هي ان توري الناس اللي شفته واسمعته من مختاره المسيح عشان كده الوقت ماتت راخا قوم متعمد بالاغتسال منموية وادعو الله بواسطة شفيع عيسى عشان يغفر ليك زنوبك وانا فعلا مقمت عملت كل القالوا لي حنانيا وبعد ذاك رجعت للغدس بعد اكتر من سنة وفي مرة كنت بصلي في بيت الله وكنت في حالة بين الصاح والنعيم وشوفت المسيح شا الرؤية قال لي يا بولس قوم اطلع من الغدس بسرعة لانو الناس فيها ما حايقبل شهادتك عني وانا قلت ليو يا سيدي الناس دي العدي كانوا عارفين انو كنت بمشي لبيوت عبادتنا عشان اقبضوا على ادباعك واحبابك عشان يتسجنوا ويدقوا ولما كتلوا شهيدك استفان انا كنت حاضر ووافقت ويدت غرارهم وكمان كنت حارس ملابس الناس اللي كتلوه عشان كده اكيدهم حيلحظوا التغيير الكبير ده لكن رد وقال لي استعد استعد وقوم سافر من الغدس انا حرسلك للناس اللي ما من بني اسرائيل في البلاد البعيدة والحضور كانوا متابعين بولاس بدون مقاطعة او كلام لكن لما قال انو المسيح امر بدعوة الناس اللي ما من بني اسرائيل حاجوا وبيقوا يكوركوا ويقولوا الراجل ده الراجل ده احنا مفروض نكسله اهي ما كنته اهي ما كنته اهي واحس اي جبابي الزم لحياته اهي ما كنته لازم نكتلو لازم نكتلو لازم نكتلو لازم نكتلو لازم وكواريكم زادت واصواتهم علبت وبيقوا يصرخوا وقلعوا ملابسهم الفوغانية وبيقوا يلوحوا بيها وكشحوا بولاس بالتراب اللي كان بالطاير في الهواء هاو بعض الحصل ده قائد الحامية الرومانية ادى جنوده تعليمات وامرهم انه يسوقوا بولاس ويودوه المعسكر ويجلدوه ويحققهم معاه عشان يعرفوا انه كل الناس ده قضان منه كده ليه ولما شدوه وربطوه عشان يجلدوه بولاس يتلفت على الضابط الروماني اللي كان واقب عشان يراغب الجلد وقال ليهو انا عايز اسألك يا سعادة الضابط هل الغانون بيسمح ليكم بجلد مواطن روماني بدون محاكمة؟ الضابط لما سيمح سؤال بولاس ده احتار وامر بعدم تنفيذ الجلد مؤقتا عشان ما يتحمل المسئولية قام مشى للقائد بسرعة وقال ليهو سيادة الغايد الراجل ده طلع مواطن روماني جلده بدون محاكمة مش حيرقلنا جريمة؟ طيب خلينا شوفه والقائد قام طوالي مشى لي بولاس اسأله يا زول وريني وما تكذب علي هل انت مواطن روماني فعلا؟ نعم انا مواطن روماني يا سعادة الغايد تعرف انا لقدامك ده دفعت قروش كتيرة عشان اخذ الجنسية دي على كل حال انا يا سعادة الغايد روماني وبالميلاد كمان وبعد كلام بولاس ده الجنود اللي كانوا مكلفين بالتحقيق معاه ومكلفين بيجلوا فكوهم من القيد ومشوا من جنبه بسرعة والقائد نفسه خاف لانه شعر بانه خالف القانون لما امر بتقييد بولاس اللي هو مواطن روماني اشتركوا في القناة موسيقى 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 يا جماعة بالمشاء المسير ده انا حقيف هنا، يا جماعة شكرا يا خاصة صفيت تحييه زروك اخرج تومادر شيخ الدين